في اتفاق تاريخي وافقت أحزاب اليسار الألماني والاشتراكي الديمقراطي والخضر على تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة اليسار في ولاية تورينغ الألمانية وتعد تلك المرة الأولى منذ انهيار الجدار برلين التي يتولى فيها حزب اليسار قيادة حكومة في إحدى الولايات الألمانية واتفقت الأحزاب الثلاثة على برنامج للحكومة الائتلافية خلال الأعوام الخمسة المقبلة على أن يتولى السياسي اليساري بودو رامالوف قيادة الحكومة وتعود جذور حزب اليسار الألماني إلى حزب الوحدة الاشتراكي الألماني الذي حكم ألمانيا شرقية قبل سقوط جدار برلين ويفترض أن يصوت أعضاء حزبي اليسار والخضر على الاتفاق الجديد خلال الشهر المقبل اشتركوا في القناة